سلامات على المشاهدين والمشاهدات أنا ياسر بومعيلق وهذه حلقة جديدة من كراش كورس تاريخ العالم بالعربي اليوم سنتكلم عن موضوع جدي للغاية عن العبودية العبودية أو الرقيق حقب سوداء في تاريخ العديد من الحضارات والدول وما تزال أثارها ماثلة إلى اليوم في كثير من المجتمعات ومن أبرزها العنصرية تجاه أصحاب البشرة الداكنة والتمييز في التعامل ضد منهم من أصول أفريقية دعونا نبدأ الحلقة العبودية قديمة قدم الحضارة البشرية نفسها ولكنها ليست بعمر الجنس البشري وهذا بفضل أجدادنا وجداتنا الصيادين وجامعي الثمار سنركز اليوم على تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي والتي طالت أعدادا مهولة للغاية بين عامي 1500 و 1880 نقل ما بين 10 و 12 مليون أفريقي عنوى من أفريقيا للأمريكتين نحو 15% منهم توف أثناء الرحلة أما من لم يموتوا فقد أصبحوا بضاعة تباع وتشترى وتمتلك من أين جاء هؤلاء الأفارقة وإلى أين ذهبوا تغير عبر العصور ولكن في المجمل ذهب 48% منهم إلى الكاريبي و41% إلى البرازيل وبالرغم من أننا نسمع ونقرأ الكثير عن العبودية في أمريكا الشمالية إلا أن 5% فقط منهم وقلوا إلى أمريكا تشدر الإشارة أيضا إلى أن الأوروبيين الذين نقلوا العبيد إلى الأمريكتين كان لديهم قبلها باع طويل في تجارة العبيد أو الرقيق كما تسمى بالعربية أول ما يمكن تسميته بتجارة العبيد في أوروبا بدأ بعد الحملة الصليبية الرابعة عام 124 وهي الحملة المجنونة التي ذكرناها في حلقة الحملات الصليبية استورد التجار الإيطاليون آلاف العبيد الأرمينيين والشركس والجورجيين إلى إيطاليا أغلبهم كانوا نساء عملنا في المنازل ولكن كثيرا من هؤلاء العبيد أيضا عملوا في معالجة السكر قصب السكر كان محصولا زراعه وعالجه العبيد الأفريق لاحقا في الكاريبي ملاحظة معظم المحاصيل التي اعتمدت على العبيد مثل قصب السكر والتبغ والقهوة هي كماليات وليست ضرورية لحياة البشر وبالتالي نستطيع القول أن العبودية كانت ناتجا ثانويا لتطور ثقافة الاستهلاك والحاجة إلى البضائع التي تجلب السعادة ولا تقيم أودى الناس بالضرورة أترك تقييم هذه الجملة لكم؟ شاركون أراءكم في التعليقات أحد أكبر المعتقدات الخطئة عن العبودية لدى الكثيرين هو أن الأوروبيين كانوا يمسكون بالأفارقة ويضعونهم في الأغلال ومن ثم ينقلونهم بالسفن إلى أمريكتين في هذه الجملة الأغلال والسفن فقط هي الصحيحة والوجهة أيضا لو اعتبرنا أنه مش هذا فقط كانت أمريكا لكن في الحقيقة الأفارقة كانوا يعيشون في تجمعات مختلفة الأحجام من القرى الصغيرة إلى دويلات المدن والإمبراطوريات وكان من الصعب وقتها على الأوروبيين احتلالها وبالتالي حقيقة الأمر كانت أن الأوروبيين اشتروا العبيد الأفارقة من الأفارقة أنفسهم هذا يعني أن الأفارقة كانوا يمسكون بأفارقة آخرين ويبيعونهم للأوروبيين مقابل بضائع مثل الأدوات المعدنية والمنسجات أو البنادق بالنسبة لأولاك الأفارقة كان العبيد سلعة قيمة للغاية في بعض المناطق في القارة كان العبيد المصدر الوحيد للثروة الفردية لأن الأرض عادة ما كانت مملوكها للدولة وهنا نصل إلى نقطة مهمة قبل أن تهجمني التعليقات إذا كنا نريد أن نفهم مأساة العبودية يجب علينا أولا أن نفهم المنظومة الاقتصادية لها يجب أن نغوص في أعماق ما سماه مارك توين بالضمير المشوه يجب علينا أن ننظر إلى العبيد كما هم كبشر وكما كان ينظر لهم وقتها كسلعة في النظام الاقتصادي ربما يعرف بعضكم الظروف المريعة لسفن نقل العبيد والتي كان يتسع أكبره لأربعمائة عبد في تلك السفن كان متوسط المساحة للعبد الواحد فقط حوالي ثلث متر مربع هذا ثلث متر مربع يعني تقريبا مثل سجون عدد من الأنظمة العربية أحد شهود العيان في شهادته أمام البرلمان البريطاني عام 1791 قال كان لديهم متسع كما كان لدى الرجل في تابوته بعد وصول هؤلاء العبيد إلى الأمريكتين كانوا يباعون في السوق كما تباع المواشي اليوم بعد أن يشتروا كان ملاك العبيد يسيمونهم على خدودهم مثلما يسم تجار الماشية اليوم حيواناتهم كانت حيات هؤلاء العبيد جلها العمل والترهيب ولكن أغلبها العمل كان العبيد يقومون بكل أنواع الأعمال من الخدمة في المنازل إلى الأعمال الحرفية وبعضهم عملوا بحارة على ظهر السفن لكن غالبيتهم كانت تعمل في الزراعة في الكريبي والبرازيل أغلبهم كان يزرع ويحصد ويعالج قصب السكر عشرة أشهر في السنة من مطلع الشمس حتى غروبها أسوأ جزء في العمل بزراعة قصب السكر السيء في مجمله كانت تسميد مزارع قصب السكر هذا العمل كان يتطلب حمل العبيد لسلال يصل وزنها إلى 40 كيلو جراما من روث الحيوانات على رؤوسهم ونزول طريق وعر عندما يحين موعد حصد قصب السكر ومعالجته كانت السرعة مهمة للغاية لأنه بمجرد قطعه فإن عصرته يمكن أن تفسد بعد مرور يوم واحد فقط هذا كان يعني أن على العبيد العمل 48 ساعة متواصلة خلال وقت الحصاد دون نوم وفي معاصر القصب مرتفعة الحرارة حيث كان القصب يطحن باليد ويغلى عادة ما كانت أيدي العبيد تعلق في المطاحن اليدوية ولهذا كان المشرفون عليهم يحتفظون ببلطة ضمن هذه الظروف المزرية للغاية لا عجب في أن متوسط حياة العبد في مزرعة لقصب السكر في البرازيل في القرن الثامن عشر كان 23 عاما الظروف في مستعمرات قصب السكر البريطانية في باربيدوس كانت أفضل بقليل بينما كانت الظروف في الولايات المتحدة أفضل بقليل أيضا ظروف المعيشة في الولايات المتحدة كانت جيدة للعبيد لدرجة أن أعدادهم زادت بشكل طبيعي أي أن العبيد الذين كانوا يولدون كانوا أكثر من المتوفين هذا قد يبدو أمرا جيدا ولكنه دس للسم في العسل لأن مالكي العبيد كانوا يحرصون على ظروف حياة عبيدهم كي يتكاثروا ومن ثم يبيعون أطفالهم في أسواق النخاسة أو يستخدمونهم في مزارعهم هذا يفسر سبب أنه وبالرغم من قلة عدد العبيد الذين استوردتهم الولايات المتحدة إلا أن ذوي الأصول الأفريقية يشكلون في الولايات المتحدة اليوم نحو 13% من إجمال السكان على الجانب الآخر ظروف العمل الوحشية في البرازيل كانت تعني أن العبيد لم يكنوا قادرين على التكاثر بشكل طبيعي ولهذا استمرت مستعمرات البرازيل في استيراد العبيد حتى إنهاء العبودية هناك في أواخر قرن التاسع عشر أشرت في بداية الحلقة أن العبودية قديمة قدم الحضارة البشرية ولكن من الصعب وضع تعريف واضح لما تعنيه العبودية ستالين مثلا أجبر الملايين على العمل في معسكرات العمل ولكننا لا ننظر لهم على أنهم عبيد على الجانب الآخر بعض العبيد في التاريخ كان لهم نفوذ كبير وثروة وتأثير في سير الدول والممالك نتذكر تشونغ خو أعظم إدميرال في التاريخ والذي كان عبدا للإمبراطور الصيني مثله أيضا كان أهم مستشاري ووزراء السلطان سليمان القانوني العثماني على العكس من ذلك كانت تجارة الرقيقة عبر الأطلسي والتي كانت مروعة لأنها كانت عبودية ملكية وهو مصطلح يشير إلى العبيد كاملاك منقولة جاء وقت رسالة الحلقة رسالة الحلقة موجهة إلى حوالي 36 مليون شخص حول العالم يعيشون ما يسمى اليوم بالعبودية الحديثة أعزائي نأسف لأننا خذلناكم ولأننا لم نتعلم من دروس التاريخ كل البشر ولدوا أحرارا ولا يحق استرقاقهم لأي سبب كان لأننا كنا بشرا حتى فرقتنا الأديان وقسمتنا الثروة وميزتنا العلقيات العبودية الحديثة ليست مقصورة على منطقة معينة في العالم حتى في أوروبا المتنورة المتقدمة هناك عشرات الآلاف من الفتيات اللواتي يعانين من الرقيقة الأبيض وهي تشغيل الفتيات بالدعارة رغم أنوفهن بعد خطفهن من دول أوروبا الشرقية على الأغلب أغلب عبيد الحصر الحديث اليوم موجودون في باكستان إذ يقدر عددهم بمليوني شخص بينهم أطفال ويعملون في صناعة الطوب والزراعة نظرة إلى التاريخ ستفيدنا في إعادة تقييم أولوياتنا وحياتنا ونظرتنا لهؤلاء الأشخاص لأنك لو ولدت في المكان الخاطئ ربما انتهى بك الأمر بين عبيد العصر الحديث مع تحيات ياسر أبو مخلق ما الذي يجعل العبودية أمرا مريعا؟ التعريفات تتباين حول ذلك ولكن فلنبدأ بتعريف العبودية الذي اقترحه الباحث في العلوم الاجتماعية أورلاندو باترسون السيطرة الدائمة والعنيفة والشخصية على أشخاص مسلوخين عن أنسابهم ومجردين من الكرامة بشكل عام طبقا لهذا التعريف فإن العبد المنتزع من ثقافته وأرضه ومجتمعه الذي ولد فيه يعاني ما يصفه باترسون بالموت المجتمعي في النهاية ما يجعل العبودية عبودية هو نزع صفة البشرية عن العبد وفي كثير من الأوجه نقلت تجارة الرقيق عبر الأطلسي من تجارات الرقيق في مناطق أخرى من العالم وأخذت كل ما كان سيئا في تلك التجارة عبر العصور ودمجته في نظام مروع شديد السوء كي نفهم أصول تجارة الرقيق عبر الأطلسي يجب علينا أن نعود إلى تجارة الرقيق عبر التاريخ ندخل في المرسوم المفيد كان الإغريق أول من اعتبر الاقتلاف عنهم مبررا للاسترقاق فمعظم عبيد الإغريق كانوا برابرة وعدم قدرتهم على فهم الإغريقية منعتهم من مجادلة سادتهم وميزتهم كعبيد لدى الآخرين أريستو برغم أنه كان مخطئا في العديد من الأمور كان صاحب نفوذ قوي وكان يعتقد أن بعض الناس في طبيعتهم عبيد إذ قال من الواضح أن هناك أناس سادة وآخرين عبيد بحكم الطبيعة من النافع ومن العدل لهم أن يكونوا عبيدا هذه الفكرة برغم أنها كانت مجنونة رقيت شعبية للغاية لقرون طويلة الإغريق أدخلوا فكرة أن العبيد يجب أن يأتوا من مناطق بعيدة لكن الرومان أخذوا الموضوع إلى أبعاد جديدة فالعبيد شكلوا تقريبا 30% من مجموع السكان وهي مقارنة بنسبة العبيد في أمريكا في أوج فترة العبودية الرومان أيضا اخترعوا المستعمرات الزراعية واستخدموا فيها أعدادا هائلة من العبيد وأسموها لاتيفوندي العالم المسيحي واليهودي ساهم في تجارة الرقيق أيضا وبالرغم من أننا لن ندخل في التفاصيل لأن ذلك سيجر علينا حربا في التعليقات إلا أن الإنجيل استخدم على نطاق واسع لتبرير الاسترقاق وخاصة استرقاق الأفارقة بسبب لحظة لعن نوح لحام في سفر التكوين يثقيل ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته هذه الجملة تضم فكرتين مهمتين لتجارة الرقيق عبر الأطلس أولا أن العبودية صفة موروثة من الأب للإبن وثانيا أن العبودية ناتجة عن ذنب اخترفه العبد هاتان الفكرتان كانتا سببين قويين لتبرير استرقاق عرق بأكمله شكرا جماعة الأنيميشن كان هناك أيضا عوامل أخرى ساهمت في تجارة الرقيق عبر الأطلسي على سبيل المثال العرب المسلمون كانوا أول من استورد أعدادا كبيرة من الأفارق الناطقين بالبانتو إلى أراضيهم كعبيد وأطلقوا عليهم اسم الزنج وكانوا فئة منبوذة في المجتمعات الإسلامية وكان هناك تمييز واضح بينها وبين سكان شمال أفريقيا بسبب اختلاف لون بشرتهم في المناطق التي حكمها العباسيون قام الزنج بأول ثورات العبيد الكبيرة عام 869 ميلادية وربما كانت هذه الثورة هي التي أقنعت العباسيين بأن المستعمرات الزراعية الكبرى على نموذج الرومان لم تكن مجدي ولكن بحلول ذلك الوقت كان المسلمون قد دمجوا بين فكرة أرستو بأن بعض الناس في طبيعتهم عبيد وبين منظر أفارقة جنوب الصحراء المختلف الإسبان والبرتغاليون كانوا الأوروبيين الأقرب صلة مع العالم الإسلامي وقتها فقد كان هناك مسلمون يعيشون في شبه الجزيرة الأيبيرية حتى عام 1492 وبالتالي كان منطقيا للأيبيريين أن يكونوا أول الشعوب الأوروبية التي انتصت فكرة العنصرية تجاه السود وبما أنهم كانوا الأوائل في استيطان الأمريكتين وأهم مستوردي العبيد إليها فقد ساعدا في تشكيل المعتقدات التي رافقت تجارة الرقيق عبر الأطلسي وهي معتقدات موروثة عن التاريخ المعقد للعبيد والسادة الذين سبقوا تلك التجارة باختصار تجارة الرقيق عبر الأطلسي كانت كارثة كبرى ولكنها كانت كارثة ساهم فيها العالم بأسره وهي تمثل قمة قرون طويلة من اعتبار الآخر أقل مكانة من المغري أن نلقي باللوم في تجارة العبيد على مجموعة واحدة من البشر ولكن لوم مجموعة واحدة فقط يعني تبرئة الباقين بما في ذلك أنفسنا الحقيقة التي يجب أن نتعامل معها هي أن الكثير من أجدادنا بما في ذلك الأجداد الذين نعتقد أننا ننحدر منهم كانوا يعتقدون بأن بعض من يشاركونهم صفة البشرية يمكن أن يصبحوا ملكا لهم فكروا في هذا الموضوع وأشوفكم الأسبوع القادم بعد ما شاهدتم هذه الحلقة هل غيرت هذه الحلقة من نظرتكم تجاه أصحاب البشر السوداء؟ شاركونا بالإجابات في التعليقات ولا تنسوا أن تعلقوا على هذا الفيديو هذه الحلقة كانت من تقديمي أنا ياسر أبو معيلق تصوير ومنتاج وإعداد فن ياسر بيرنشكوب الأنيميشن جاءنا من شركة ثوت كافي في كندا وهذه الحلقة تقدم بالتعاون مع قناة كراش كورس الأصلية ومقدمها جون كرين لا تنسوا أن تشاركونا بالتعليقات على أسفل هذا الفيديو وتعطونا لايك إذا أعجبكم أو ديس لايك إذا لم يعجبكم واشتركوا معنا على مواقعنا في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي ستظهر أسفل الشاشة وأيضا لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة قناة دي دابليو عربية على اليوتيوب وضغط زر الجرس كي تصلكم آخر التحديثات وأحدث الفيديوهات من قناتنا شكرا لكم وارككم لأسبوع القادم